شكرا 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 ونجوء إليه وصفاره بلسان المقالي ولسان الحال يعني بالأفعال. وكل حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم. نحن إمام والسلام عليكم أن الناس تنسع جمعون جريبين. إذا سعى أشار من الصلاة وتحديد فالشيء الإيمان في تاميحة أغنالية توقفوا فيها مريك الشيخ للشيخ وأولئك الذين يستعجنون الصلاة وتجدون بعد العجل في المطاحب يلعبون الديفلو وإلعبون الديفلو وإلعبون الديفل وربما فيه فارقبا لبنك وربما وربما ولكن تكونوا في مقصة العصر الجنجي بسين لازم استريح ورسل الراحة هذا من البي صلى الله عليه وسلم. والذين آمانوا وتبقى إنهم قولوا وبذكر الله. هذا في ذكر الله تضمن المطلوب. فالوحيد السلام فقد عموا وقتعوا بالتوحيد. فقال فقدروا صفروا ربكم إنه كان مفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويبلكم بأموال وبنين ويجعل لكم التندات ويجعل لكم أنهار. يعني الناس كتوب. صفروا ربكم إنه كان مفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وابدتكم بأموال يقول لي عنه نتنعنا الثروة. نتنعوا له لباس إلينا. والثروة هذي التي نستغلها في الأعمال الصالحة نعم المال الصالح عبد الصالح. ايش ثروة لنستغلوها وبعد ذلك نفقها في سخاط الله تعالى وغضى به. هذي ايش ثروة محمودة. هذي ثروة مضمومة. وإنما الثروة المحمودة هي التي تتنسبوها بالحلال وتنفقها في أطلق الحلال. ولذلك ورد بالحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم ما نهو قال لا تنسوا القدام امرئني ومضيما حتى يسنة الاربع من بينها عن ماله مرتعه. كل حاجة يسيدك عليها من العالم السماء الواحد. عن شبابه فيما أبلاه هذي هو. وعن عمره بما أثناء. ومعتأس يسنة وسبعي سنة. الاثنين هو بالغيبة. في النبيبة. في المعازي. في الضياء الوقت. ونكون عمر المساجد. وشهودا على الصنوات. وكنا نسعى وللخير. ونعمل المعروف والصالحات. الا المال. رب العالمين يسيدنا عليه ستسئلة. وعن ماله من مكتسبات. يعني من ينجابه. من ثروه.